الرئيس السيسي يشهد وداء حلف اليمين للمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية في أول اجتماعات الحكومة الجديدة مدبول يكلف الوزراء المعنيين بوضع حل دائم لمشكلة الكهرباء ويؤكد أهود تكلفات الرئاسية بالإصراع في إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية وحزب الله يعلن شن هجمات على سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية وخمسة وعشرون فريق إطفاء يشاركون في إخماد حرائق شمال الأراضي المحتلة الثالثة مسام بتوقيت القيارة الثانية عشرة بتوقيت جرمج نشرة إغبارة مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحباً بكم شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان ومنح الرئيس السيسي وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس هذا وقد أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق وفقاً للدستور والقانون ومشيداً بدور المؤسسات والهئة القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزري الجديد وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال وخلال الاجتماع كلف مدبولي الوزراء المعنيين بوضع حل دائم لهذه المشكلة مشيراً إلى ما تم تقديمه من حل استثنائي لأشهر الصيف الحالية عن طريق التعهد بتوفير نحو مليار ومئتي مليون دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء لافتاً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الحل النهائي للمشكلة بنهاية العام وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء وجود تكلفات من الرئيس السيسي بالإسراع في إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية ووجه مدبولي الوزراء المعنيين بالعمل على رفع كفاءة التشغيل وزيادة إنتاج الكهرباء منوهاً بقرار توفير المواد المالية الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة الشديد في أول يوم عمل بعد الإعلان عن تشكيلها الجديد على متابعة توفر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار وأشدد مدبولي خلال اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من المسؤولين على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية حتى يسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة وأن لا نترك السوق لأي محاولة للتلاعب وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبول إلى الحرص خلال العمل على تشكيل الحكومية على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية ذات الخبرات الكبيرة بما يمكن من مواجهة مختلف التحديات اسمحوا للحقيقة في البداية طبعا أن أنا أنتهز الفرصة أن أنا أوجه الشكر لفخامة الرئيس على تجديد الثقة في شخصي وتكليفي طبعا بتشكيل الحكومة الجديدة وللحقيقة يعني قعدنا فترة يعني كان مهم جدا واهتمام شديد باختيار أفضل الكفاءات اللي تكون قادرة إن شاء الله على العمل والإنجاز في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها النهاردة كدولة مصرية سواء طبعا نتيجة للأزمات الخارجية الغير مسبوقة والوضع الداخلي وعشان كده يمكن الحقيقة كنت حريص كل الحرص في عملية الاختيار إن احنا نكون بنختار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية أيضا تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكلفات اللي فخامة الرئيس وضحها في خطاب اللي وجهه لي في إطار تكليف الحكومة بالمهام الجديدة قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحفاظ على محددات الأمن القومي تصدر القائمة التي وضعها الرئيس السيسي لإطار عمل الحكومة الجديدة وأضف مدبولي أن إطار عمل الحكومة يشمل إلى اهتمام خاص لبناء الإنسان المصري في مجالات متنوعة في مقدمتها الصحة والتعليم والثقافة فضلا عن تطوير البنية السياسية في مصر المحددات الرئيسية والتوجهات والأهداف اللي وضحها فخامة رئيس الحكومة أول شيء طبعا الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضركم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الأخص وأيضا الثقافة بيشغل أهم التحديات وأهم النقاط اللي لازم الحكومة إن شاء الله هتكون شغالة عليها تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير أكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل ما بين الحكومة والآلية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضحها في خلال المرحلة القادمة الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم شدد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات المباشرة وتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وأشار مدبولي إلى استهداف الدولة الوصولة بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال عامين أو ثلاثة أعوام وضبط الأسواق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة تشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمال الاستثمارات العامة أو الاستثمارات الإجمالية للدولة وبالتالي إحنا حطين هدف واضح وحضراتكم عارفينه أن نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمال الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% في خلال العامين ثلاثة القادمين العمل على حد من التضخم وضبط الأسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن استحداث مجموعات عمل وزرية في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات عمل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن وأضاف مدبولي أن مجموعات العمل الوزرية ستكون معنية بالاجتماع بشكل أسبوعي لبحث مختلف الملفات وعرضها على اجتماعات الحكومة في إطار أن نحن عايزين نحقق مستهدفات سيادة الرئيس بأسرع وقت ممكن والأهداف اللي ممكنها أو وضعها للحكومة هنبدأ يمكن نستحدث أن يبقى فيه فلسفة ليه أن يبقى فيه مجموعات وزارية متخصصة هتبقى موجودة بتجمع عدد من الوزراء تحت هذه المجموعات وبيبقى بيرقصها يئما رئيس الوزراء يئما وزير معني بهذه الوزرات وطبعا أول مجموعتين اللي أنا أعلنت عنهم واللي حيرقصهم استادة نواب رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزرية للتنمية البشرية وتحت كل مجموعة هيكون هناك كل الوزرات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء بيجتمعوا إسبوعيا بتبقى هناك مستهدفات للمجموعة بيحلوا كل المشاكل والتداخلات العرضية اللي ما بينهم رئيس الوزراء بيعود معاهم ممكن فقط كل إسبوعين أو كل شهر على الأكثر مرة بتعرض قرارات المجموعة لو تطلبت أي موافقة من مجلس الوزراء بتتعرض في نفس اجتماع في نفس الإسبوع يعني المجموعة الوزرية تجتمع لقيت أن في عايزة قرارات مجلس الوزراء يعتمدها بعدها بيومين ثلاثة يبقى اجتماع مجلس الوزراء نعتمد هذه القرارات عشان العجلة تمشي بأسرع وقت ممكن كانت تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لرئيس مجلس الوزراء بشأن مهام الحكومة الجديدة أهمها خدمة المواطن وتعزيز الاقتصاد المصري وبالنظر لتشكيلة الحكومية الجديدة فقد جاءت ترجمة واضحة للتكلفة الرئاسية دلالات مهمة تشير إليها التشكيلة الحكومية الجديدة والتي جاءت ترجمة لتكلفات القيادة السياسية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز الدلالات استحداث نائبين لرئيس الوزراء أحدهما وزير الصناعة وهو ما يؤكد خط الدولة في التركيز على ملف الصناعة باعتباره رافداً رئيسياً في تدعيم الاقتصاد المصري النائب الثاني هو وزير الصحة والذي أضيفت لمهامه التنمية البشرية وهو ما يترجم بشكل واضح تكلفات القيادة بالتركيز على بناء الإنسان المصري وجاء اختيار وزير للشؤون النيابية والقانونية إلى جانب تكليفه بالتواصل السياسي دلالة على اهتمام الدولة بالتواصل بين أطياف المجتمع نخبة وشعباً وإدراك أن هدف المشاركة السياسية هو أحد محددة الاستقرار وهو ما كان يشير إليه الرئيس السيسي مراراً وتكراراً وجسده بالدعوة للحوار الوطني أما دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فإنما هو وعن لتشابك الملفين وتحقيق لرؤية طويلة المدى لأهداف التنمية المستدامة وهو ما شاهدناه أيضاً في دمج التجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار اللافت اختيار وزير الأوقاف أسامة الأزهري والذي يشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الدينية وهو أمر يؤكد أيضاً تحقيق دعوات القيادة بأهمية تجديد الخطاب الديني المعتدل وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة تأتي من خلفية مشبعة بهموم المرأة وإدراك لتفاصيل هذا الملف المهم وهو ما يحتل جزءاً كبيراً من عمل وزارة التضامن الاجتماعي إدماج وزارتي الخارجية والهجرة إدراك من الدولة لتقاطع الملفين وهو أمر يصب في خدمة المصريين بالخارج إلى جانب مواصلة حمل لواء السياسات الخارجية في إطار الأوضاع العالمية الملتهبة الشارع المصري في انتظار نتائج عمل الحكومة الجديدة والتي تتولى مهامها في إطار ظروف محلية تملأها التحديات فضلاً عن محيط إقليمي ودولي شديد للطراب يستلزم منها الخروج بأفكار وسياسات خارج الصندوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سياسية بالاختيارات اللي تعمت لأن دي اختيارات الحقيقة مهمة بتعكس رغبة حقية في تغيير يمكننا احنا قلنا هذا الكلام لما سألتونا من بعض أكهر كنا من طالب أن يكون فيه وجود جديدة وخبرات جديدة والخبرات الدولية لأن فيه النهاردة حاجة كبيرة جداً أننا أرجع الثقة مش في الدولة وفي الحكومة لكن في الاقتصاد ويكون فيه ثقة أن فيه إصلاحات جدية وفكر جديد ووجود جديدة قادرة أنها تعمل التغيير اللي طالب به السيد الرئيس وبيطالب به دايماً يمكن من ضمن وجود جديدة وسامة الأزهاري ميا مرسي وزير الثقافة اللي جاي من الثقافة كلها الحاجات حقيقة بتؤكد أن فيه زي ما بنتكلم لغة السياسة فيه صناعية موجودين فيه أشخاص عندهم خبرة في التعامل مع الملفات وده بيعكس عشان نجعل سؤالك بيعكس حديث النهاردة دولة رئيس وزراء على أهمية التعامل مع الملفات والتوجهات اللي طالب بيها السيد الرئيس يمكن أهمها أهمها التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري ورفع مستوى الخدمات والتطوير البنية التحتية ويمكن ده كمان بجرور الحديث عن دمجوزات القطاع النقل والمواصلات مع الصناعة أهمية أن يكون فيه بنية تحتية يمكن النقل الفطرة اللي فاتت الطرق والكباري والحركة السير والمرور والمواصلات هي حقاية طفرة كبيرة في مصدر شهدت البنك الدولي والمؤسسات الدولية محتاجين أن يكون فيه بنية تحتية مزيد من البنية التحتية ممكن عشان كده حتى ضم الصناعة والكثير كان استغرب ضم الصناعة لوزارة النقل لكن لما بتلاقي بعض الدول السوبر مينستر أو بعض الموزراء القادرين على التغيير ده عادي بيتم هو طبعا لم يتم كثيرا في مصر لكن تم لإضافة الصناعة إلى شخصية قادرة على أنها تحدث التغيير الشخصيات القادرة على إحداث التغيير قد تكون ليست كثيرة فالنهارده التغيير اللي يكون عند الشخصيات قادرة على التغيير هو ده المطلوب وده اللي باين حتى فيه السيرة الزناتية اللي عادة كبير من الوزراء اللي جايين من background أو جامعات دولية وخبرات دولية ومش هيب على فكرة أنهم يكونوا جايين من جامعات دولية لأنه النهارده أزماتنا كلها اللي احنا بتمر بيها هي ليست أزمات محلية بالمناث والان ليست أزمات محلية طبعا كلها جاي نتيجة أزمات دولية أنت بتتعامل مع بنك دولي بتتعامل مع أزمات غذاء دولية بتتعامل مع المنظمة الدولية منظمة التجارة الدولية بتتعامل مع المنظمة الغذاء العالمي بتعامل مع سوبر باورز دول قوية ذات قوة في العالم ومؤسسات قوية حتى أن هذه المؤسسات الدولية بدون ذكر اسمها بتتعامل بشكل مخابراتي في كثير من الأحيان والذي يكون عندك المنتاليتي أو القدر على فهم هذه المؤسسات وعقول هذه المؤسسات وستراتيجيات هذه المؤسسات علشان تقدر تتعاملي مع الواقع العالمي لان الثاني أزمتنا لم تكن أزمات محلية هي أزمات كلها دولية فأنا برجع تاني بحيي الترشيحات وبحيي الاختيارات وجوه كثيرة قريبة من الشارع قريبة من الناس قادرة على إحداث التغيير وجوه جديدة شابة يمكن حتى مستوى سن أو مستوى عمار بعض الوزراء يعني طربة من بداية الاربعين وطبعا نقطة جميلة لكن اللي شد انتبايا ليس فقط يعني فقراءة جمهورية تعيين الوزراء لكن كمان تعيين نواب الوزراء وده يمكن الدلالة أو مؤشر على إن السيد الرئيس والقيادة السياسية بتحضر صف تاني وصف تالت للقيادة السياسية وللخبرات الوطنية لأن قيادة دولة وقيادة وزارة مهمة ثقيلة جداً ومتحتاج إلى خبرات مترقلة مدرشة جيب حد من بره وحطه وزير لازم يكون عنده خبرات والتعامل مع الوزارة وأجيس الوزارة وحيئات الوزارة موظفي الوزارة عشان يكون قادر على فهم الأليات داخل الوزارة وليس فقط المحيط الخارجي الحقيقة أنا شايف أن هناك ذكاء شديد هناك مرونة وإحنا يعني زي بابولت تاني كنا حتسنا عن هذا الأمر على قناتكم الرائعة منذ جهور لما سألتوني عرائي وقلت أن محتاجين أن يكون فيه خبرات دولية ومختلفة ومختلفة طبعا ما احترمنا كل الوزارة اللي بازلوا مجوب كبير دكتور هلا سعيد على سبيل المثال دكتور محمد معيط الحياة كلهم عناصر ثاروة قومية لمصر والدولة المصرية ولذلك تم تعيين بعضهم مستشارين على سبيل المثال كلهم أدوا الأمانة بشكل أكثر ممتاز أنا يعني مش عايز أقول أن بعض الوزراء ما كانوش بيناموا أو يعني بعض الأيام ما كانوا بيشتغلوا باستنار 24 ساعة كل أدى الأمانة لكن تحديات المرحلة الحالية الجديدة اللي بتخلينا نتعامل مع مؤسسات دولية ومع التحديات الخارجية تتطلب أن يكون فيه مدرسة أو فكر جديد أو أشخاص بتوجوات جديدة لهذه المرحلة نعم الدكتور عمي أشرت إلى نقطة هامة أيضا وهي اختيار الكوادر والوزراء زوي الخبرات الدولية وإذن هذا شق هام جدا وإلى جانب هذا الشق هناك شق هام أيضا وهو إعداد الكوادر محليا يعني الدولة تعدل هذه الكوادر حتى الكوادر التي خرجت من داخل الدولة تحديدا وليس لها أي خبرات دولية هي معدة بالفعل من مؤسسات عدة منها الأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرها فإذن هناك إعداد للمؤهلات والكوادر البشرية لتنفيذ سياسات وأولويات وأهداف الدولة صحيح حصليني عشان تتعامل مع وزارة أو مع ملفات محلية ويعني ملفات محلية ويعني إدارة وزارة أنت بتكلمي على إدارة أفراد إدارة مجتمع إدارة بشر بتكلمي على الفلاحين وعلى الصعيدة وعلى البد وعلى سينة وعلى أولادنا وإخواتنا وشعبنا وعائلاتنا والقبائل الموجودة واختلاف طبيعة الناس الموجودة على مختلف المساحة المبددة لمصر بتتعامل مع شعب وده مش بتتعامل مع أجهزة ولا بشر ولا بتتعامل مع أرقام انت بتتعامل مع أقراب بتتعامل مع شعب بتتعامل مع كوميونيتي محتاجة أن تكوني قريبة من الناس وبالتالي انت مش بتديري وزارة ولا بتديري هيئات ولا بتديري خطة ولا بتديري وراء انت بتديري أفراد وبتديري بشر فمحتاجة تكون عندك خبرة للاكتعامل مع الشعب ومع الأفراد وتقديم الخدمات ويمكن تقديم الخدمات هذه نقطة الحقيقة السيد الرئيس أكد عليها منذ أول يوم وصل إلى الحكم تقديم الخدمات وتطوير الخدمات وتحسين الخدمات للمواطن المصري ودي عملية مش سهلة سيد الرئيس يمكن دفع للأمام ملف الأتمامة ملف تطوير الخدمات ملف التنافسية الإنجاز ودائما أنت يؤكد على سرعة الإنجاز المشروعات ليست فقط قامة المشروعات لكن متى سيتم المشروع متى يمكن أن يظهر إلى نور لأن يعني زي ما قال السيد الرئيس إحنا زيدنا 25 مليون في سنة 2011 25 مليون تشوفي كم مدرسة بتحتاج كم مدرسة الكهرباء على سبيل المثال اللي بتقطع طبعا مع يعني اعترافنا واحترامنا أنها نتيجة طبعا ارتفاع شديد في درجات الحرارة في الفترة الماضية ثلاث أزامات مناخية في قل من شهر لكن تكلفة الدعم الكهرباء حوالي 5 مليار دولار 5 مليار دولار انت فقطت في قناة السويس خلال الأزمة الأخيرة حرب غزة المؤسفة فقطت 60% من إرادات داخل قناة السويس اللي هي حوالي 4.9 من 10 4.8 من 10 مليار دولار يعني فقطت الدعم اللي كنت ممكن تقدميه للكهرباء اللي محتاجها للبلد في ظل تنامي الحاجة لزيادة السكان وتطوير الصناعة والحاجة كمان أنا أوصل بصناعة على ملف الصناعة لأوصل للمئة مليار دولار اللي أنا محتاج للسيد الرئيس فتحديات كبيرة جدا جدا محتاجة لمجهود ومحتاجة رؤية ومحتاجة للشباب ما بينامش عشان يقدر نحق التطلعات اللي نأمل أن مصر كلها تحقق في الفترة القادمة دكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي جزيلا شكر لك إذن هي مطالب وأمال متعددة يعلقها المواطن على الحكومة بتشكيلها الجديد بمختلف أنحاء الجمهورية نستمع إلى عدد منها من قلب الشارع المصري عايزين لي اهتمام بالصحة والتعليم والنظافة ويراعوا الناس الكبار يعني في السين أنه يعمل إصلاحات كتير في الطرق اللي داخل المحافظة لأن فيه حاجات كتير لازم لابد يتم تعديله لأن أثرت بشكل ملحوظ على شكل دميات مش ده شكل دميات اللي احنا كنا نعرف نظر تعطف للأرياف لأن الأرياف وأهم حاجة الرقابة الرقابة على المحلات يعلق بالمستوى بالنسبة للدميات والطرق والكباري والتعليم يهتم بالمحافظة بمشاكلها اللي هي بتاعة النجارين والناس الحرفيين ويساعدهم ويوفر للشباب فرص عمل أهم حاجة طلبنا منه أنه يوفر فرص عمل للشباب عاوزين نحس أن المحافظة اتغيرت النهاردة مش عاوزين نهتم بطريق المفروض ما ينشالش ولا ينشال احنا بنقول للمحافظ الجديد يريد الطرق اللي موجودة وصالحة يتعمل لها نوع من الترميم والطريق اللي يحتاج احنا نقدر يترسف تاني حاجة احنا بنطالب المحافظ ينزل حاجات ميدانية طالب من المحافظ كفرشيخ الجديد أنه يهتم أكتر بالصحة ولازم يكون في رعاية صحية أو ركابة صحية وخصوصا على الوحدات الصحية داخل الكرة تواجد في الشارع المصري متطلبات الجماهير كالأسعار بالدرجة الأولى والمواصلات بالدرجة الأولى ونشوف ايه اللي ريح المواطن المصري لأن دي المرحلة المتطلب فيها الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد الاهتمام بالأولويات وفي مقدمتها قطاع الصحة وقطاع التعليم وكذلك النظر بعين الرافة إلى محدود الداخل والاهتمام بالطاقة الشبابية على أرض عروس الدلتة كفر الشيخ كل النواحي الخدمية والسياحية اللي موجودة بمحافظ كفر الشيخ وخاصة مصار العائلة المقدسة ومصر القلطي بتمنى منه أنه ان شاء الله الفترة القادمة يستكمل جهوده في حل مشكلة المياه من خلال توسع في الطاقة الانتجية لمحطات التحلية الحالية وإقامة محطات تحلية جديدة للقضاء نهائي على مشكلة المياه في محافظة مطروح الاهتمام بتطوير محافظة مطروح وتجملها لأنها محافظة سياحية وتعد وجهة لكل المصطفين خاصة في الفصل الصيف ثانياً بتمنى أيضاً أن التوسع في إنشاء المدارس الدولية ووضع محافظة مطروح على خريطة الصناعة وده موضوع مهم جداً جذب استثمارات حقيقية للمحافظة ومن خلالها هيتم إيجاد فرص عمل للشارعات من شاء الله رب العمين أيضاً تبني مشروعات الزراعية اللي توسع في رقعة الزراعية في محافظة مطروح منصورة دي يعني بلد الجمال عايزين نشوف الجمال في الدهلية تاني عايزين نشوف الجمال في الدهلية ونشوف التنصيق في الدهلية شكله ياريت يهتم بالشوارع وفي أماجين كتين عاوزت السفلة ونهتم أيضاً بالمستشفيات بالأخص في المنصورة لأن احنا المنصورة بتتميز بالدكاترة عندها فلازم أن نهتم بالمستشفيات الخاصة به بطلب من المحافظة الدهلية أنه يهتم برصفة طرق الداخلية في المنصورة والشوارع الجانبية أكتر فيه طرق غير ممهدة كتير قوي في المنصورة بمهتمام بملف التشجير والتشجير في المنصورة بطلب من محافظة الدهلية الجديد تشجير المدينة الاهتمام بالريف الاهتمام بالمستشفيات الرقاب على السلع لازم أن المنصورة ترجع جزيرة الورد زي ما كانت في عهدها السابق جزيرة الورد بشين منصورة بس بالنسبة للتعليم احنا عايزين نستقر على نظام بس للتعليم لأن احنا دلوقت في كل يوم والتاني نظام جديد للتعليم نظام للإعداد جديد نظام للسنب جديد نظام للإبتداء جديد احنا عايزين نظام واحد بس نمشي عليه كده لكي نحس ان احنا مستراحين وولدنا مستراحين بعث رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنى في جبال برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد وتقدم رئيس مجلس النواب إلى الرئيس السيسي بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات راجيا العزيز القدير أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة وأن يعم السلام والأمان جميع أرجاء العالم العربي والإسلامي بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد داعيا المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها وأكدا استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرا لنا وللأجيال القادمة هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوليا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد وبهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية داعيا لله أن يعيده على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام وأكد مدبولي في برقيته أن هذه المناسبة رمز لتكسيد أسمى معاني الجهات في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف كما عاهد مدبولي الرئيس السيسي على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد حيث أكد أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل دروسا عظيمة تمثل حافزا لمواصلة العطاء في الثودي عن أمن مصر وأبنائها والدفاع عن مكتسباتها ومقدرتها كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أكد خلالها أن هذه المناسبة فرصة لاستلهام الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية ومواصلة التكاتف والتآذل انطلاقا من الإدراك الواعي بقيمة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معربا عن أطيب الأمان بدوام التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني استكمالا للجهود المضنية في مجالات التنمية والبناء ومواجهة التحديات وقهر السعاب بكل عزم وإصرار وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر معربا عن خالص الدعاء بأن يبارك جهوده ويسدد خطاه للوفاء بمسؤوليات الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الحنيف كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول عبد المييد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي داعيا الله أن يحفظ القوات المسلحة الباسلة كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا ضرورة موصلة الترابط والتكاتف والتأذر لنكون جنبا إلى جنب وصفا واحدا في سبيل تحقيق أهداف مسيرة العمل الوطني كما بعث محمود توفيق برقية تهنئة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبرقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية أعرب القصة أندريزكي رئيس الطائفة الإنجليا بمصر عن تهانيه القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وفي برقيته أعرب القصة أندريزكي عن سعادته وسعادة أعضاء المجلس الإنجلي العام ورؤساء المذاهب الإنجلية في مصر بهذه المناسبة العزيزة كما بعث الدكتور زكي برقيات تهنئة مماثلة إلى عدد من كبار الشخصيات في البلاد من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ قدمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حلقة عن بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية البشرية في مصر وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية ناقشت دور القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإطلاق عام 2016 عاما للشباب بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب هذا وناقشت الحلقة أيضا شعار الأكاديمية وهي المشروع القومي لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات ومدى أهمية الوعي الشعبي في نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وهو ما ظهر في تضحية الجيش المصري إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى هو الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إنه سيعقد مساء اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني لبحث مقترحات حركة حماس بخصوص اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وأضف المصدر أن نتنياهو سيجري قبل الاجتماع مشاورات مع فريقه لمفاوضات وقف إطلاق النار يأتي ذلك بعد إعلان حماس أنها أجرت اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة كما أشرت إلى أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحو المدولات الجارية بصيص أمل يطرأ على مساعي التوصل إلى اتفاق التهديئة في قطاع غزة مع إعلان حركة حماس تبادلها بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والانسحاب الشامل للاحتلال من القطاع فبعد جهود دبلوماسية حثيثة مستمرة سلم الوسطاء ردا من حماس على اقتراح يتضمن إطلاق صراح المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار إلى المسؤولين الإسرائيليين حماس كشفت في بيان أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرت اتصالات مع الوسطاء حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأكدت أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحو المداولات الجارية بيان حماس أكد أن أي اتفاق يجب أن ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة فيما تؤكد إسرائيل أنها لن تقبل بهدنة حتى تقضي على حماس سلطة الاحتلال من جانبها أكدت في بيان صدر عن مكتب بن يمين نتنياهو نيابة عن جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أنها تدرس رد حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق صراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وعلقت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية على هذه الأنباء قائلة إنه لأول مرة يسمح رد حماس على مقترح التهديئة بالتقدم مشيرة إلى أن هناك أساسا للمفاوضات ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن ثمت خلافا بين المنظومة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل بشأن تقدم نحو إبرام صفقة جديدة مع حماس ونقلت صحيفة الإسرائيلية عن مصادر أمنية عليا اتهامها لنيتنياهو وحلفائه المتطرفين بالتعاون لتخريب أي فرصة لهدنة وصفقة جديدة عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طاريان على مستوى المندوبين الدائمين بشأن القضية الفلسطينية ويأتي هذا الاجتماع الطاري الذي عقد بناء على طلب من المندوب الدائم لدولة فلسطين مهند العاكلوك بهدف بحث سياسة ومواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعضوان الإسرائيلية على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة قال المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية سفير مهند العاكلوك قال إن طلب اجتماع الجامعة على مستوى المندوبين يأتي في ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين وأشار العاكلوك إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع تكسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة الخطوات العدوانية السياسات والإجراءات العدوانية الأخيرة التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجلس الإرهاب المصغر المسمى بالكابينت والذي قرر شرعنة بؤر استيطانية جديدة خمس بؤر تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية والذي قرر أيضا فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني وتحويل المنطقة باء إلى ما يشبه المنطقة جيم مما يؤدي إلى سيطرة وضم إسرائيل لـ 82% من الضفة الغربية هذه الإجراءات العدوانية التي اتخذتها إسرائيل بالإضافة إلى كيف تعامل إسرائيل الأسرة الفلسطينيين معاملة وحشية عنصرية لا يندى لها جبين الإنسانية فقط بل تذوب الإنسانية حياءا من هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبوط أكدت السلطات الصحية في غزة نقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أربع مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 58 فلسطينيين وإصابة 179 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لتستطيع تواقم الإصعاف والدفاع المدني الوصول إليهم هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا وأحد عشر شهيدا وإصابة 87 ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعين أخرين استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لمناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم الثاني والسبعين بعد المائتين من الحرب التي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي واستشهد أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة بمنطقة المشهرة قرب محطة تمراز في شارع النفق بحي تفاح وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمين ثلاثة شهداء وثلاثة عشر جريحا من منزل بعد استهدافه من طائرات الاحتلال قرب مدرسة يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة هذا وقد فاتت الأمم المتحدة بأن نحو تسعة من كل عشرة أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية أشاء أندريا دي دومانيكي أن واحدا وتسعة من عشر مليون شخصا يعتقد أنهم نزحوا من غزة مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت أو قسمت قطاع غزة إلى قسمين حيث يعيش ما بين ثلاثمائة إلى ثلاثمائة وخمسين ألف شخص شمال المنطقة المحاصرة من نزوح إلى آخر يعاني مئة ألاف الفلسطينيين بقطاع غزة حالة قهر وعجز في رحلة البحث عن مكان آمن غير موجود بفعل سياسة تهجير إسرائيلية وقصف في كل مكان وبعد أوامر تهجير أصدرتها قوات الاحتلال طالت نصف مساحة خان يونس تقريبا عاش عشرات الآلاف حالة بائسة حيث يكبرون على النزوح مجددا دون أن يعرفوا وجهة لهم بعدما فقدوا الأمل في إيجاد مكان يأويهم مع عائلتهم بات الشارع ملاذا لسكان قطاع غزة بعد أوامر جديدة للجيش الإسرائيلي بالإخلاء وعمض الآلاف ومعظمهم نزحوا مرات عدة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي أمضوا ليلتهم في الشارع من دون ماء أو طعام ووسط درجات حرارة مرتفعة المعاناة زي ما أنت شايف لا مواصلات لا حتى منطقة أمن حالنا وين نروح مش عارفين لهذا أنا حفكيه أنا زي ما حكوا إخلاء إخلاء بس مش عارفين لهذا أنا وين نجع وين نصل وين بدنا نروح وين بدنا نلاقي مكان أصلا نسا مش عارفين تبهدلنا ملينا حالنا يعني الواحد الأكل زي الناس ولا شربة زي الناس ولا تحميم زي الناس ولا أدومة زي الناس النوم فيه خوف فيه رعب إيش الخيمة بتهتتي بتهتتي من شضايا ولا من رصاص يعني خوف خوف إيش أمان لا في البيت أمان ولا في الخيم كمان أمان بش فيش مكان ما نروح عليه أمان هايت فكيت خيمي هالأيت وهي غرادة مرمية بالشارع وأنا مش عارف وين أروح أنا مش عارف وين هي في منطقة آمنة أروح عليها أنا أولادي يعني بقولوا هذي منطقة آمنة بس بتكون مش آمنة نهائية بدنا ننزح من منطقة لمنطقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا قدرت أن نحو ربع مليون شخص معنيون بالأمر الذي أصدره جيش الاحتلال بإخلاء أحياء في خان يونس ورفع في جنوب قطاع غزة وقال المستشار الإعلامي للوكالة إن 250 ألف شخص مضطرون إلى النزوح من مدينة خان يونس رغم غياب أي مكان آمن في غزة عدوان غاشم لم يترك طفلا كان أو شيخا أو حتى امرأة في مأمن من طلقات الغدر التي تطال كل شبر من أرض القطاع المأزوم ليرزح الغزيون بين النزوح المتكرر والاستهداف العشوائي وسط صمت دولي غير مبرر وضمير إنساني لم يوقذه نزيف دماء لم ترتوي منه الأرض بعد نفذت إسرائيل خلال العام الجاري أوسع عملية استلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما بدعوة أنها أراضي دولة وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قالت إن المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت مسمى أراضي الدولة وصلت إلى 10640 مترا مربعا فصل جديد من فصول الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بإعلان سلطة الاحتلال موافقتها على أكبر عملية مصادرة لأراضي في الضفة الغربية منذ 30 عاما بدعوة أنها أراضي دولة وبهذه الخطوة تصل المساحات التي استولى عليها جيش الاحتلال تحت مسمى أراضي دولة إلى 10640 ألف متر مربع خلال إعلانين منفصلين الإعلان الأول جاء قبل نحو شهر حيث استولى جيش الاحتلال على 2640 متر مربعا من أراضي بلدتي العزرية وأبوديس شرقية مدينة القدس المحتلة الإعلان الثاني جاء بضم 8000 متر مربع من أراضي الأغوار شمالية الضفة الغربية لصالح توسعة مستوطنة يافيت المقامة على أراضي فلسطينية ويهدف الاحتلال بعمليات المصادرة إلى ربط مستوطنات قائمة وعزل القرى الفلسطينية في الضفة وخنقها وإعدام إمكانية تواصلها تماما ويعد ذلك استكمالا لمخطط السيطرة على مخزن الغذاء الاستراتيجي للفلسطينيين وهي المنطقة المستهدفة بكثير من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري وباتت 72% من البؤر الزراعية والرعوية للمستوطنين تشكل منطلقا لعصابات من بينهم لتنفيذ كثير من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين ويعيف نحو ثلاثة ملايين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومنذ 7 أكتوبر أقامت سلطة الاحتلال تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية اشتركوا في القناة تواصل مصر جهودها المكثفة في تجيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متاجهة لمنفذ كرم أبو سالم يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعصفية التي تحل دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات مما أدى لوصول سكان قطاع غزة لحفة المجاعة وتحديدا في الشمال كرم برس والمزيد تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية هذه هي البوابة الأهم والرئيسية لإدخال المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في محاولة للتخفيف عنهم يعني ويلات الإبادة الجماعية التي تحدث بحقهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني من هذه البوابة كانت تدخل المساعدات إلى بوابة معبر رفح الفلسطينية التي خرجت عن الخدمة تماما ولكن من ناحية المصرية هي تعمل وتفتح بوابها منذ بدء العدوان لدخول هذه الشاحنات لكن مصر نسقط مع الأمم المتحدة لتدخل الشاحنات الإغاثية من أمام هذه البوابة بوابة معبر رفح المصرية متجهة لمعبر كرم أبو سالم كعادة قوات الاحتلال تتعنت وتعرقل وتمنع دخول المساعدات الإغاثية من الناحية الأخرى الناحية المحتلة من الأراضي الفلسطينية لكن نتحدث عن أهم الشاحنات الشاحنات خلال الأيام الماضية يربما لم يصل عدد الشاحنات أو لم يصل عدد الشاحنات دخل بالفعل إلى قطاع غزة لا يتخطف 30 أو 40 شاحنة تقريبا لكن ما دخل من أمام بوابة معبر رفح المصرية ما يقرب من 100 شاحنة تقريبا اليوم دخل 9 شاحنات فقط من الوقود الوقود هو من أهم الأشياء التي يحتاجها الآن القطاع لتشغيل البنية التحتية والمستشفيات وغيرها لم يدخل أي من المساعدات الإغاثية على الإطلاق وهو جزء من المنهج التي تنتهجه قوات الاحتلال للوصول لحد الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الرقم المتعرف عليها عالميا حسب الأمم المتحدة أن تتصف هذه الدولة لأنها وصلت إلى حد الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالجوع أو حد المجاعة تحديدا أن يموت شخص من بين كل عشرة آلاف شخص أن يموت أحد منهم من الجوع وأن يصل نسبة الجوع تماما أو عدم وجود ما يقطاتونه من الطعام إلى عشرين بالمئة تقريبا من العقلين أو من الكبار وثلاثين بالمئة من الأطفال لذلك قوات الاحتلال تلعب هذه اللعبة الخاصة بتقطيع دخول المساعدات لا يدخل القدر الكافي لإنقاذ الفلسطينيين وفي نفس الوقت لا يصل إلى الحد الأدنى للمجاعة حتى تحفظ ماء الوجه ولكن هذا لا يمنع استمرار منهج الإبادة الجمعية لذلك يدخل تقريبا كل يومين أو ثلاثة وما يقوم من عشرين إلى ثلاثين شاحنة ثم تتوقف تماما عن الدخول هذا لا يمنع المجودات المصرية المختلفة لتجهيز هذه المساعدات المختلفة لإجبار جميع الأطراف على دخول هذه المساعدات من أجل التخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة هذه هي الصورة من أمام باوت مع بالرفحة المصرية والآن أعود عليكم مرة أخرى كشفت صحيفة دعوت أحرنوت أن 25 فريق إطفاء يشاركون في إخماد حرائق بعشر بؤر في الجولان المحتل والجليل الأعلى بعد قصف من حزب الله اللبناني هذا وأعلن حزب الله اللبناني شن هجمات على سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على مقتل أحد كبار قادة الحزب في جنوب لبنان وأوضح حزب الله أنه أطلق أكثر من مائتي صاروخ في هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 ومقر قيادة اللواء المضرع السابع في ثكنة كاتسافيا ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو إلى جانب هجوم على قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار ومقر اللواء جولاني ووحدة إيجوز في ثكنة شراغة فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بحث المنصق الرئاسي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة أموس هاكستن الوضع في الشرق الأوسط وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع مسؤولين فرنسيين وأمريكيين لاستعادة الهدوء في المنطقة وذكر البيت الأبيض أن فرنسا والوليات المتحدة تشتركان في هدف واحد وهو حل الصراع الحالي عبر الخط الأزرق بالوسائل الدبلوماسية ما يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم مع ضمانات طويلة الأمد بالسلامة والأمنة مشاهدين وعودة للنبأ الأبرز في نشرتنا حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان ومنح الرئيس سيسي وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس قرر رئيس جمهورية مصر العربية منح وسامة الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من طبقة الأولى للسيد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة السابق تبطيراً لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة أكسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمج والسق وأن أحترم القرارين يعين السيد المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية أكسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي في الزمة والسق وأن أحترم التسطور والقارب وفي هذا الصياق أعرب السيد الرئيس عن تمنيته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن يواصل الناخبون البريطانيون الإدلاء بأصواتهم في الاندخابات التشرعية وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال على المحافظين وهو ما قد يفيد حال تحقيق الفوز إنهاء 14 عاماً من حكم المحافظين للبلاد لا تسود أجواء تفاؤل أو أمل مفرط لكن البريطانيين على استعداد لمنح فرصة لكيري ستارمر زعيم حزب العمال المتقشف البالغ من العمر 61 عاماً للوصول إلى دونينج ستريت ومع انطلاق الانتخابات التشريعية يبدو حزب العمال الأوفر حظاً في الفوز أكثر من أي وقت مضى في ضوء استطلاعات الرأي وبعد ستة أسابيع من الحملة وأربعة عشر عاماً من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب خمسة رؤساء وزارة بينهم أربعة اضطروا للاستقالة من المتوقع أن تصوت البلاد لصالح ياسار الوسط وعمد كبار شخصيات المحافظين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى دعوة الناخبين لعدم أعطاء أغلبية كبرى للعماليين في مجلس العموم لكن وزير العمل ميل سترايد وهو أحد أبرز داعيم حملة سوناك قال إن البلاد ستشهد أكبر فوز عمالي على الإطلاق بعد سنوات صعبة عاش خلالها البريطانيون تجربة خروب بلادهم من الاتحاد الأوروبي وأزمة اقتصادية واكتماعية وانتشار فيروس كورونا وفضائح وعدم استقرار سياسي مع تعاقب ثلاثة رؤساء وزارة محافظين عام 2022 وخمسة منذ عام 2010 يتطلع الناخبون إلى أمر واحد فقط هو التغيير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن النجاح الذي لا يمكن إنكاره الذي حققته المعارضة في فرنسا خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة وقبل ذلك بقليل خلال الانتخابات الأوروبية هو رد على وجه الخصوص على إملاءات واشنطن وبروكسل وقال المتحدث باسم الوزارة أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وكذلك الانتخابات الأوروبية التي أجريتا في يونيو الماضي لا يمكن اعتبارهما سوى تصويت بعدم الثقة من جانب الفرنسيين فيما يتعلق بالسلطات الحالية بما في ذلك بالسياسة الخارجية لباريس كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن حل الجمعية الوطنية بموجب المادة الثانية عشرة من الدستور وكان قد دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يومي الثلاثين من يونيو والسابع من يوليو لاختيار النواب الذين سيشغلون مقاعدها الخمسمائة وسبعة وسبعين يأتي ذلك عقب الفوز التاريخي الذي حققه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرب في فرنسا بأكثر من 31% في الانتخابات الأوروبية والتي قد أغريت في التاسع من يونيو 2024 مناورات الساعات الأخيرة قبيل جولة الإعادة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا قد تفتح العديد من السيناريوهات والاحتمالات لا سيما بعد انسحاب العشرات من مرشح اليسار لمحاولة منع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة رغم الانقسامات العديدة حيث انسحب أكثر من 200 مرشح من اليسار ومعسكر الرئيس الفرنسي إيمانوين ماكرون كانوا مؤهلين لخوض الجولة الثانية من الصباق الانتخابي المكرر إجراؤها في السابع من يونيو اليمين المتطرف على أعتاب السلطة لم يحدث من قبل في ديمقراطيتنا أن تعرضت الجمعية الوطنية لخطر هيمنة اليمين المتطرف لذا فالوضع واضح التحدي في هذه الجولة الثانية هو حرمان اليمين المتطرف من الأغلبية المطلقة من خلال بناء مجلس نتمتع فيه بالوزن الكافي لبناء أغلبية على أساس المشاريع والأفقار بين القوى الجمهورية والهدف من سلسلة الانسحابات هذه هو تشكيل جبهة جمهورية لمواجهة حزب التجمع الوطنية برئاسة جوردان بردلة الذي تصدر حزبه اليميني المتطرف نتائج الجولة الأولى من الانتخابات بفارق كبير عن الائتلاف الرئاسي وحزب اليسار محققا مكاسب تاريخية أصفرت عن مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة عمة البلاد في مطلق الأحوال خسر ماكرون رهانه على حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو الماضي ويسعى للمناورة بإحداث تغييرات إدارية وتعين أشخاص جدد على أمل تغيير المشهد القاطم الذي انزلق إليه حزبه الأمر الذي وصفته زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بالانقلاب الإدارية والذي يهدف إلى منع رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بردلة من حكم البلاد بالطريقة التي يراها مناسبة رد الإليزي جاء سريعا على لوبان مطالبا إياها بالتحل بالهدوء والمسؤولية مؤكدا أن الشخص الوحيد القادر على تعيين رئيس الحكومة ووزرائه هو رئيس الجمهورية وأنه سيفعل ذلك بعد الانتخابات التشريعية بحيث يكون على أساس تركيبة الجمعية الوطنية التي سينتخبها الفرنسيون حرب نفسية تشهدها فرنسا مع احتمال أن تنتج الانتخابات التشريعية تعايشا غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية قصوصا في مسائل الدبلوماسية والدفاع وبذلك ستصبح أول مرة تقود فيها حكومة منبسقة من اليمين المتطرف فرنسا منذ الحرب العلامية الثانية غير أن سيناريو قيام جمعية وطنية معطلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل السلاس الرئيسية يبقى ماسلا أيضا وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول وسط تركب أوروبي انتهت أخبرنا وبقيت تذكيره بالعنوين الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيسا لمجلس الدولة والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيسا لهيئة الديداري في أول اجتماعات الحكومة الجديدة مدبولي يكلف الوزراء المعنيين بوضع حل دائم لمشكلة الكهرباء ويؤكد وجود تكلفات رئيسية بالإصراع في إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية حزب الله يعلن شن هجمات على سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية وخمسة وعشرون فريق إطفاء يشاركون في إخماد حرائق شمال الأراضي المحتلة نهاية الثالثة دمتم في رعاية الله شكرا طبا المتابعة وإلى اللقاء